في برنامج Lightroom لو كان في عندي صورة سويت عليها بعض التعديلات وبيطبقها على مجموعة من الصور أي عدد إن كان أول شي أروح على الصورة نفسها هذه وبعدين أضغط على حرف D أو اللي هو Develop على اللي هو Tab Develop وأقوم أعدل على اللي هو الصورة فالحين أنا راح أرفع اللي هو Exposure وراح أهم أرفع اللي هو Shadow وقل من اللي هو Highlight وبعدين أعدل اللي هو White Balance فالحين أنا سويت بعض التعديلات على هذه الصورة فالحين أنا سويت أو طبقت كل الإعدادات اللي سويت على الصورة الأولى على باقي الصورة الثانية